اشتركوا في القناة ورحمة الله وبركاته وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم ثم أما بعد فهذا هو لقاؤنا الرابع في هذا الكتاب العظيم المتعلق بالعلم العظيم المتعلق بكتاب الله العظيم هذا كتاب الرعاية لتزويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة للإمام مكي بن أبي طالب القيسي رحمه الله وهذا الكتاب كما ذكرنا من قبل من أوائل كتب التزويد وقد سار فيه مؤلفه على نحو يختلف عن كتب التزويد المعوفة الحديثة فبدأ كتابه بمقدمة ثم عقد أبوابا في فضائل القرآن الكريم وحملته وأصحابه وحفظته ثم انتقل إلى الحديث عن الحروف عن الحروف وأصلها ومنشائها وقد ذكرنا في اللقاء الماضي ما يتعلق بذلك وفي هذا اللقاء يدخل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الأبواب المتعلقة بألقاب الحروف وصفاتها ثم يخلص بعد ذلك إلى بيان مخرج كل حرف وصفته على حدة اليوم سنبدأ بإذن الله تعالى في باب صفات الحروف وألقابها وعللها وهذا في الحقيقة هو الباب الذي ذكر المؤلف أن هذا الكتاب يتميز به وأنه قد جمعه على غير ما يعرف هو من مثال سابق فيه ولهذا فلا شك أن عنايته بهذا الباب بالذات ستكون عناية مختلفة قال رحمه الله لم أزل أتتبع ألقاب الحروف التسعة والعشرين وصفاتها وعللها حتى وجدت من ذلك أربعة وأربعين لقبا صفات لها وصفت بذلك على معاني ولعلل ظاهرة فيها نذكرها مع كل قسم إن شاء الله تعالى في أربعة وأربعين بابا إذن حصيلة ما جمعه الإمام مكي بنبي طالب القيسي رحمه الله في الألقاب والصفات التي وصفت بها الحروف أربعة وأربعين لقبا أو ممكن أن نقول أربعة وأربعين بابا هذه الأبواب في الحقيقة أو هذه الصفات تختلف من صفات تتعلق بكيفية أو بوجودها في الحرف وصفات وألقاب لقب بها الحرف كأنها صفات كاشفة لا تتعلق بتحققها في ذات الحرف ولهذا سنرى من خلال هذه الألقاب هذا الاختلاف في تنوع هذه الصفات لكنه ذكر كل ما وقف عليه مما هو متعلق بوصف هذه الحروف فلذلك لا تجد هذه الأوصاف مجموعة قبل الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله لا تزدها مزموعة في كتاب أو مؤلف بهذه الصورة وهذا سبق يعد للإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله يقول وربما اجتمع للحرف أو وربما اجتمع للحروف صفتان وثلاث وأكثر فالحروف تسترك في بعض الصفات وتفترق في بعض والمخرج واحد يقول الحروف تسترك في بعض الصفات وتفترق في بعض والمخرج واحد يعني يكون المخرج واحدا يعني حروف تخرج من مخرج واحد وتتفق في صفات وتفترق في صفات أخرى يقول وتتفق في الصفات والمخرج مختلف هذا نوع آخر قد تتفق الحروف في الصفات والمخرج مختلف لكن يقول ولا تجد أحرفا اتفقت في الصفات والمخرج واحد هذا لا يمكن لماذا؟ يقول لأن ذلك يوجب اشتراكها في السمع فتصير بلفظ واحد فلا يفهم الخطاب منها طيب هذا المعنى الذي ذكره كأنه يقسم التقاء الصفات والمخارج إلى ثلاثة أقسام القسم الأول المخرج واحد والصفات مختلفة القسم الثاني المخرج مختلف والصفات متفقة القسم الثالث المخرج واحد والصفات متفقة هذا لا يكون لماذا؟ لأنك لو قلت كذلك صار الحرفان مثليني يعني مخرج هذا الحرف وصفته هي نفس مخرج الحرف الثاني وصفته معناه هذا الحرف هو هذا الحرف الحقيقة واضح؟ ولهذا يقول إذا كان كذلك فإن هذا يوجب اشتراكها في السمع فتصير بلفظ واحد فلا يفهم الخطاب منها يقول وهذه الصفات والألقاب إنما هي طبائع في الحروف خلقها الله عز وجل على ذلك فسميت تلك الطبائع التي فيها بما نذكر من الألقاب اصطلاحا ولقبت به اتفاقا مع ما يسعد ذلك من معنى الاشتقاق الذي نذكره إن شاء الله تعالى إذن سيذكر هذه الصفات ويذكر المقصود بها في الاصطلاح ويذكر أيضا علة ذلك إن وجدت العلل المتعلقة بالتسمية إن وجدت أيضا فبدأ أولا بهذا الوصف قال الأول الحروف المهموسة الحروف المهموسة يقول وهي عشرة أحرف يجمعها هجاء قولك ستشحثك خصفه واضح ستشحثك خصفه أو هجاء قولك سكت فحثه شخص أو هجاء قولك كست شخصه فحث يعني تجد في أقوال العلماء أحيانا محاولة لجمع لجمع الأحرف التي تدل على شيء ما أو التي تجتمع في شيء ما جمعها في جملة ليحفظها الطالب وتكون أسهل عليه بدل أن يقول الفاء والحاء والثاء والهاء وهكذا لا يقول سكت فحثه شخص أو فحثه شخص سكت طبعا اليوم المشهور عندنا فحثه شخص سكت ولأنها سهلة فلذلك راجت ولكن الإمام مكي رحمه الله ذكر مما جمعت به سكت فحثه شخص وكست شخصه أو كست كست شخصه فحث واضح وذكر ستشحثك خصفه وهذا ربما يصعب أو فيه شيء من الصعوبة ولذلك لا يحفظ كثيرا فكلما كان الجمع أسهل كلما كانت الجملة أسهل كان هذا أدعى إلى حفظها يقول ومعنى الحرف المهموس أنه حرف جرى مع النفس عند النطق به لضعفه وضعف الاعتماد عليه عند خروجه فهو أضعف من المجهور وبعض هذه الحروف المهموسة أضعف من بعض الآن يتحدث عن صفة الهمس انتبه الحروف فيما يتعلق بصفة الهمس والمقابل لها صفة الجهر كما سيأتي هذا الأمر يتعلق بجريان النفس من عدمه النفس هو الهواء المقصود به الهواء فإذا كان النفس يجري مع الحرف عند خروجه فهو مهموس وإذا كان لا يجري مع خروجه فهو مجهور يعني يوصف هذا الحرف بأنه مجهور كيف تعرف ذلك؟ لو وضعت يدك أمام فمك وقلت سكت فحثه شخص ستسعر أن الهواء يصل إلى يديك يصل إلى أصابعك وأنت تقول سكت فحثه شخص لكن أيضاً نبه الإمام مكي رحمه الله على قضية أخرى وهي اختلاف مراتب هذه الحروف أيضاً في تمكن هذه الصفة منها واضح؟ وبالمقابل أيضاً اختلاف الحروف المجهورة في تمكن هذه الصفة من عدمها فيها وهذا يعد شيئاً ربما زائداً عما تجدونه في كتب التجويد أحياناً من المختصرة في ذكر الهمس والجهر بإطلاق يعني الحروف المهموسة كذا والمجهورة كذا دون ترتيب لها أو دون ذكر مراتب لها يقول وبعض هذه الحروف المهموسة أضعف من بعض فالصاد والخاء أقوى من غيرهما طيب الصاد فيها صفة الهمس أم لا فيها صفة الهمس والخاء فيها صفة الهمس نعم ولكن يقول الصاد والخاء أقوى من غيرهما أقوى من غيرهما فيما يتعلق بهذا الهمس واضح ولا لا يعني النظر إلى الحرف من جهتين من كونه تتحقق فيه هذه الصفة ومن كونه بعد تحقق هذه الصفة كيف يظهر هل هو قوي أو ضعيف واضح ولا لا فيقول فالصاد والخاء أقوى من غيرهما لأن في الصاد إطباقا واستعلاء وصفيرا وكل هذه الصفات من صفات القوة وفي الخاء استعلاء يعني الآن لو أردنا أن نقول الصاد والها أيهما أكثر همسا الصاد أم الها إذا قلت أص أه أيهما أكثر همسا أكيد الها أكيد الها انتبه هو الآن يتحدث عن الحروف المهموسة في مقابل المجهورة يقول لك الصاد أقوى فمعنى ذلك أن صفة الهمس فيها ستكون أقل مش أعلى ستكون أقل لأن فيها من صفات القوة كذا وكذا وكذا واضح ولا لا لكن سيأتي مثلا أن الها أضعف هذه الحروف لماذا لتمكن صفة الهمس فيها أكثر ولهذا الهواء الخارج مع الهاء أكثر واضح طيب قال وإنما لقب هذا المعنى بالهمس لأن الهمس هو الحس الخفي الضعيف الحس الخفي الضعيف يسمى همسا كما تقول يهمس فلان في أذن فلان يهمس معناه صوت خفي ضعيف يقول فلما كانت ضعيفة لقبت بذلك ثم ذكر شاهدا من القرآن قال الله جل ذكره فلا تسمع إلا همسا قيل هو حس الأقدام هذه الآية أو هذا الجزء من الآية في سورة طاها وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا قيل في تفسيرها الهمس هو حس الأقدام حس الأقدام وبعضهم يقول حس الأقدام الخفي يعني الحس الخفي أيضا في الأقدام يعني كأن المرأة الذي يمشي على يعني لا يخطو بقوة على قدميه وإنما يخطو بخطوات لا يسمع لها صوت فهو إذن الشيء الصوت الخفي فعلا يقول إذن هذا هذا هو الوصف الأول وهذه هي الصفة الأولى وهذا هو اللقب الأول الحروف المهموسة وصفوها بالهمس وهذا هو معنى الهمس الثاني من الألقاب الحروف المجهورة وهي أقوى من المهموسة المذكورة انتبه الذي جرى عليه الأمر الآن فيما يتعلق بكتب التجويد أنهم يقسمون الصفات إلى ما له ضد وما ليس له ضد فيذكرون من الصفات التي لها ضد الهمس وضده الجهر الهمس وضده الجهر لكن عبارة الإمام مكي بنبي طالب رحمه الله كأنها أدق من هذا فهو يقول الحروف المجهورة أقوى من المهموسة المذكورة فكأنه يجعل المراتب بين الجهر والهمس مراتب وإذا قلنا إن المرتبة الدنيا هي الهمس فالمرتبة العليا هي الجهر والحروف تختلف بين الهمس والجهر نعم في النهاية هناك فاصل بين الهمس والجهر فهذه مهموسة وهذه مجهورة ولكنه يعتبر أن الحرف إذا زاد فيه الاعتماد على النفس يعني إذا خرج مع نفس كثير تحول إلى حرف إلى حرف مهموس وإذا قوي الاعتماد يعني بمعنى أنه لا يعتمد على النفس كثيرا صار مجهورا ولهذا هي تختلف في مراتبها وهذا يبدو لي والله أعلم أنه أكثر دقة هذا معنى أكثر دقة يقول وهي أقوى من المهموسة المذكورة وبعضها أقوى من بعض على قدر ما فيها من الصفات القوية غير الجهر وهذه الحروف هي ما عدا المهموسة المذكورة قبل هذا ومعنى الحرف المجهور أنه حرف قوي يمنع النفس أن يجري معه عند النطق به لقوته وقوة الاعتماد عليه في موضع خروجه يقول وإنما لقب هذا المعنى بالجهر لأن الجهر الصوت الشديد القوي فلما كانت في خروجها كذلك لقبت به لأن الصوت يجهر بها لقوتها الآن ما هي حروف الجهر ما عدا حروف الهمس لو أخذت حرفا من حروف الجهر مثلا مثل العين مثلا العين إذا قلت أع واضح هل يخرج معها هواء هل يخرج معها نفس طيب إذا قلت مثلا أزاي دعونا نقول أزاي حرف الزاي إذا قلت أز هل يخرج معها نفس يخرج معها نفس بعض الناس قد يقول بعض الناس قد يقول إن هناك جزءا من النفس واضح أو لا جزء من النفس النفس لكنه لا يصل إلى الحد الذي تصف فيه هذا الحرف بأنه بأنه مهموس هذا الذي يدلنا على دقة العبارة عند الإمام مكي لما يقول إنها مراتب واضح أو لا لأنك ستجد من الملاحظات المتعلقة بالصفة وضدها لو قلت إن هذا الحرف مهموس بمعنى أنه يجري معه نفس مطلقا والحرف المجهور لا يجري معه أي نفس مطلقا ستقع في مشكلة عندما تأتي إلى بعض الحروف التي تشعر معها بجريان يسير للنفس واضح أو لا ويعني أنا أعتبر أن هذا من دقة عبارة الإمام مكي رحمه الله يقول الثالث يعني الصفة الثالث أو اللقب الثالث الحروف الشديدة وهي ثمانية أحرف يجمعها هجاء قولك أجيدك قطبت أجيدك قطبت واليوم يعني أو في كتب التزويد المشهور الآن نعم أجد قطبت أيهما أسهل يمكن ما يحفظ عند بعض الناس ما يحفظ هو الأسهل ولكن يعني أجيدك قطبت أيضا سهلة بعضهم يقول قطبت مثلا ولكن الأمر يسير فيها لأنها ثمانية يعني قال ومعنى الحرف الشديد أنه حرف اشتد لزومه لموضعه وقوي فيه حتى منع الصوت أن يجري معه عند اللفظ به إذن الشدة وسيأتي مقابلها وهو الرخاوة تتعلق بالصوت الشدة تتعلق بجريان الصوت من عدمه بجريان الصوت من عدمه يعني هل هذا الحرف يمكن أن تمد صوتك به بمعنى يجري صوتك به تستطيع أن تمد صوتك به أو ينحبس هذا الصوت فلا تستطيع أن تمد صوتك به الآن لو أخذنا مثلا حرفا من حروفي الشدة الهمزة إذا أردت أن تمد صوتك بالهمزة ماذا ستقول لا خطأ ما تقول هذا مد صوت بالألف وليس بالهمزة ستقول أ هل تستطيع أن تمد فالهمزة غير الألف نحن مجرينا على أنها تسعة وعشرين الهمزة غير الألف إذا مددت صوتك بالهمزة بمعنى أنك تستطيع أن تقول أ ويمتد الصوت لا ينحبس تماما لكن لو أخذت حرفا من مثلا الزال تستطيع أن تمد صوتك بها ستقول الزل يجري الصوت يجري الصوت انتبه الآن الزال يجري فيها الصوت طيب يجري فيها النفس أسأل يجري فيها النفس يعني هل هي مهموسة لا لأننا أخذنا الآن الحروف المهموسة عسرة هل فيها الزال لا ولذلك إذا قلت أذ جرى الصوت ولم يجري النفس واضح طيب لو قلت أث يجري الصوت في الثاء يجري الصوت يجري النفس ولذلك تقول أث لذلك الثاء والذال من مخرج واحد صح أو لا ولكن الفرق بينهما في الصفات من الصفات التي اختلفت فيها الزال عن الثاء جريان الصوت والنفس يعني كلاهما يجري فيه الصوت ولكن الثاء يجري فيها النفس أيضا فمن هنا اختلفت ولذلك إذا قلت أذ أث أذ أث تلاحظ هذا الفرق واضح وأختهما الزاء بماذا افترقت عنهما بالاستعلاء الذي فيها وذلك تقول أذ واضح أذ أث شايف أن فرق بين الثلاثة مع أنها من مخرج واحد هذا للتمثيل حتى تتابع أنت هذا الموضوع مع المثال المباشر لأنك هكذا ستفهم هذه الصفات وإلا ما الفائدة من مجرد أن تعرف أو أن تدرك حفظها لا بد أن تجرب لأن هذا الموضوع متعلق بالتجارب يقول طيب ومعنى الحرف الشديد أنه حرف اشتد لزومه لموضعه وقوي فيه حتى منع الصوت أن يجري معه عند اللفظ به والشدة من علامات قوة الحرف فإن كان مع الشدة جهر وإطباق واستعلاء فذلك غاية القوة في الحرف تصور الآن حرف فيه انحباس في الصوت وفيه وفيه استعلاء علو في اللسان وفيه إطباق ينطبق أيضا وفيه انحباس في النفس فذلك غاية القوة في الحرف لأن كل واحدة من هذه الصفات تدل على القوة في الحرف فإذا اجتمع اثنتان من هذه الصفات في الحرف أو أكثر فهي غاية القوة كالطاء الطاء أقوى الحروف لماذا ينحبس النفس ينحبس الصوت تستعلي تنطبق كلها صفات قوة أربع من صفات القوة فلذلك هي أقوى الحروف طيب يقول هذه قاعدة يعني ذكرها فعلى قدر ما في الحرف من الصفات القوية كذلك قوته وعلى قدر ما فيه من الصفات الضعيفة كذلك ضعفه إذن هذه قاعدة عامة في الحروف القوية والحروف الضعيفة يقول فافهم هذا لتعطي كل حرف في قراءتك حقه إذن ليست القضية هي قضية أن تعرف هذه الأمور نظريا لا حتى تتبعها في التلاوة أيضا فتعطي كل حرف حقه يقول لتعطي كل حرف في قراءتك حقه من القوة ولتتحفظ ببيان الضعيف في قراءتك فالجهر والشدة والصفير والإطباق والاستعلاء من علامات قوة الحرف واضح طيب والهمس والرخاوة والخفاء من علامات ضعف الحرف فاعرف هذه المقدمة إذن الآن ذكر لك قاعدة ضمن ذكر هذه الألقاب أن الحروف منها القوي ومنها الضعيف ما الفائدة العملية؟ ما هي الفائدة العملية؟ عندما تعرف أن هذا الحرف قوي وأن هذا الحرف ضعيف ماذا تعمل؟ تُعطي القوي حقه من قوته من الصفات القوية التي فيه وتُعطي الضعيف أيضا حقه ولا تجعل الصفات التي في الضعيف لا تُعطي الضعيف صفات القوة أو صفة ليست من صفاته فتجعله بذلك قويا أو تُعطي القوي صفة من صفات الضعف تجعله ضعيفا واضح أو لا؟ لو أن أحدا قال أطّاء أطّاء هذه أريد أن آتي فيها بهمس فقال مثلا قال أطّاء أطّاء واضح يريد أن يجعل معها همسا فقال مثلا أطّاء 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 هذا إضعاف لها فهو خطأ معناه مباشرة تعرف أن هذا خطأ ليس؟ لأنه أجرى معها النفس وهي لا يجري معها النفس أطّاء واضح أو لا؟ لو قلت أطّاء أطّاء معناه ما في نفس لكن لو أحد قال أطّاء أطّاء أخرج معها نفسا فصارت ضعيفة بهذه الصورة لم يعطيها قوتها طيب لو أن أحدا أخذ مثلا حرف كما هو سيذكر مثلا الجيم مثلا وأعطاها وأعطاها بدل الشدة عكسها الرخاوة مثلا بدل الشدة طبعاً هنا الشدة عكسها الرخاوة ليس الرخاوة فقال بدل أن يقول أج قال أج 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 جعل الصوت يجري فيها فهذا خطأ هذه تصبح جيم كما يقال جيم شينية يعني واضح أو لا؟ فيصبح عنده الحرف أشبه بي أو قريب من الشيم فيقول أج أج ما هو الخطأ أنه أجرى الصوت مع هذه الجيم والجيم فيها صفة الشدة لا صفة الرخاوة فالتحفظ فيها يكون بإتمام شدتها أج ما يقول أج واضح؟ طيب يقول وإنما لقب هذا الصنف بالشدة لاشتداد الحرف في موضع خروجه حتى لا يخرج معه صوت ألا ترى أنك تقول في الحرف الشديد ألج وألد واضح الآن شوف مثل بالجيم والدال فلا يجري النفس مع الجيم والدال وكذلك أخواتهما فلما اشتد في موضعه وامتنع الصوت أن يجري معه سمي حرفا شديدا طيب قد يسأل سائل فيقول لماذا ذكر الإمام مكي جريان النفس هنا وجريان النفس متعلق بالهمس لا بالشدة والرخاوة طيب لماذا يذكر النفس هنا لأن الصوت الصوت الآن الآن هو يتحدث عن لماذا لقب هذا الصنف بالشدة واضح انتبه هو يتحدث عن قضية أعلى من قضية الشدة والرخاوة لا قوة الحرف وضعفه واضح فلذلك يقول لقب هذا الصنف بالشدة لاشتداد الحرف في موضع حروجه حتى لا يخرج معه صوت هذا واضح في معنى الشدة لكنه لما مثل قال ألا ترى أنك تقول في الحرف الشديد ألج وألد فلا يجري النفس هنا يبين ليش هذا الجيم والدال شديدة بسبب أمرين واضح ولا لا الأول لا يجري نفس معها وكذلك يقول وامتنع الصوت أن يجري معه أيضا سمي شديدا ولذلك تلاحظون أن حروف القلقلة كلها شديدة و ومجهورة كلها شديدة ومجهورة لماذا لأن هذا هو سبب قلقلتها إذا انحبس الصوت وانحبس النفس كيف يتبين الحرف لا تستطيع أن تبينه واضح ولا لا إذا قلت مثلا في الباء أب انتبه أب بهذه الصورة لا يتبين الحرف لا بد أن تقول أب تجعل بعد هذا الانغلاق أو هذا السكون لا بد أن تفتح مرة نخرى فهذه هي القلقلة معناه نوع من الاضطراب في المخرج واضح ولا لا ولذلك الجيم والدال إذا قلت أد أد حبست الصوت وحبست النفس فالحرف صار يعني كأنه محبوس لا يظهر ما هو هذا الحرف واضح فلا بد أن تبينه بالقلقلة ولذلك تصبح أد يعني تعود مرة أخرى لتنطقه حتى يتبين هذا هو سبب القلقلة أصلا طيب يقول الرابع اللي هو الصفة الرابعة الحروف الرخوة وهي ثلاثة عشر حرفا يجمعها قولك ثخذ ضغش زحف صه ضس هذه عاد أظن تحفظونها حفظا جيدا يعني ما معناها ليس شرطا أن يكون لكل ما جمع به شيء معنا لأن أحيانا لا تحتمل هذه المعاني وأحيانا بعضهم يتكلف في ذكر معاني معينة ولكن إن كان له معنى فهذا جيد وإن لم يكن فهكذا تجمعها وتحفظها قال وهي ما عدا الشديدة المذكورة وما عدا هجاء قولك لم يروي عننا هذا الآن كلام جديد الحروف الرخوة ثلاثة عشر حرفا هي المذكورة في ما ذكره ثخذ ضغش زحف صه ضس ما عدا الثمانية الشديدة وما عدا هجاء لم يروي عننا طيب لم يروي عننا كم حرف هذه كم حرفا لم يروي عننا كم أحسبه ثمانية واضح ثمانية ولا سبعة لم اثنين يروي ثلاثة صارت خمسة عنا ثلاثة صارت كم عنا في ألف الألف موجودة كأن الإمام مكي هنا إذن يعد هذه الحروف التي تسمى عندنا يعني في التجويد بحروف التوسط ها كأنه يجعل حروف المد الثلاثة أيضا من حروف التوسط لا من حروف الرخاوة ولا من حروف الشدة ما يجعلها في حروف الرخاوة وهذا شيء مختلف عن أما نعرفه نحن نعرف أن حروف التوسط هي لن عمر خمسة فهو يجعلها كم ثمانية بإضافة الواوي والياء والألف وهذا شيء أيضا يعني مختلف عن ما نعرفه حتى نعرف نحن أن قضية يعني أو الكتب التي ألفت في التجويد أو بعض المصطلحات التي نعرفها ربما كان فيها خلاف سابق أصلا قديم واضح أو لا قبل من الجزري بكثير يعني واضح أو لا فكونك لا تعرف هذا الخلاف ليس معناه أنه غير موجود واضح أو لا طيب قال ومعنى الحرف الرخو أنه حرف ضعف الاعتماد عليه في موضعه عند النطق به فجرى معه الصوت فهو أضعف من الشديد ألا ترى أنك تقول ألس ألش فيجري النفس والصوت معهما انتبه مثل بالشين والسين لأنهما من حروف الهمس ومن حروف الرخاوة يعني يجري النفس ويجري الصوت أيضا وكذلك أخواتهما بخلاف الشديد طيب وإنما سميت بالرخوة لأن الرخاوة اللين واللين ضد الشدة فسميت بذلك لأنها ضد الشديد هذه التي هي الرخوة ضد الشديد انتبه الآن لو قلنا إن الشدة تقابل الرخاوة معنى الشدة وضدها الرخاوة طيب والتوسط من أين يأتي التوسط يدل على كلام الإمام مكي في المراتب واضح ولا لا لأن الحروف المتوسطة لا هي شديدة ولا هي رخوة وإنما هي بينهما طيب يقول طبعا حتى الآن لم نذكر نحن حروف التوسط هذه ولكن لا بأس ما دام أننا ذكرناه وإن كان لم يذكرها هو الآن لا بأس أن نشير إليها حتى تفهموا معنى الشدة والرخاوة بينهما التوسط التوسط لو أنك أردت أن تمد صوتك بحرف العين مثلا هل يمكن حرف العين هل يمكن أن تمد صوتك به كيف تقول ممكن البعض يقول ممكن والبعض يقول غير ممكن هو في الحقيقة بين الأمرين نعم تقول لكن تسعر أنه ليس بذلك الجريان واضح فلهذا هو متوسط هذا سبب أنهم جعلوا صفة بين الصفتين وهي التوسط واضح نعم طيب قال هنا وهذه الصفات اللي الرخاوة يعني وهذه الصفات من علامات الضعف كالهمس والخفاء فاعرف الصفات الضعيفة والصفات القوية تقوى بذلك على تجويد لفظك بكتاب الله جل جلاله إذن دائما ينبه على أن المعرفة هذه لا بد أن تنتقل إلى عمل وتطبيق فإذا كان أحد الصفات الضعيفة في حرف كان فيه ضعف وإذا اجتمعت فيه كان ذلك كان ذلك أضعف له كالهاء التي هي مهموسة رخوة منفتحة خفية وكل واحدة من هذه الصفات من صفات الضعف في الحرف ولذلك بينت الهاء بواو مرة وبياء مرة زيد ذلك بعدها لضعفها وخفائها في قولك مثلا رماه عصاه وبه وفيه ولم يفعل ذلك بشيء من الحروف غيرها أو غيرها يعني إذن ولم يفعل ذلك بشيء من الحروف ها غير الهاء واضح أو لا طيب الهاء لأن فيها صفة الخفاء احتاجت إلى نوع من الدعم ولذلك يقولون به فيه واضح أو لا حتى تبين لأنها ضعيفة ومما يدلك على ضعفها أنك عندما تنطق الهاء بصورة متكررة يعني لو قلت أه 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 ستبذل يعني ستخرج ستخرج هواء كثيرا لبيانها لبيانها وذلك لأنها خفية ضعيفة تحتاج إلى نوع من الجهد لإظهارها واضح ولا لا ولذلك أحيانا يعني بعضهم يقول جرب أن تنطق كلمة أه هذه الهاء عشر مرات بدون نفس بدون أن تتنفس بينها ستعرف مقدار نفسك يعني كم تستطيع أن أن تحمل أنت من النفس واضح ولا لا يعني إذا أخذت نفسا عميقا ثم قلت أه 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 أنظر إلى كم تستطيع أن تقول هذه الهاء طيب بعض الناس ممكن يقول لا ينطقها بطريقة أخرى فتعرف أنه لم يعطيها حقها لو قال مثلا أه 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 الآن هو لا يخرج لا يخرجها حقيقة يعني لا يعطيها كامل صفاتها فلذلك يصبح الموضوع عنده سهل جدا في الإخراج ولهذا هذا مما يبين يعني أحيانا هناك مؤشرات تبين نطقك بالحرف هل هو يعني صحيح أم يبقى عليه شيء تحتاج إلى أن تضيفه طيب يقول كذلك الصفات القوية إذا كان أحدها في حرف قوي بذلك فإذا اجتمعت في حرف كان ذلك أقوى له كالطائي الذي اجتمع فيه الجاه والشدة والإطباق والاستعلاء كما ذكرنا سابقا ونحو الصاد الذي اجتمع فيه الصفير والإطباق والاستعلاء فهو دون الطائي في القوة لماذا الصاد دون الطاء في القوة ما هي الصفة الضعيفة التي في الصاد الصاد الصفير لا الصفير صفة قوية الهمس الصاد مهموسة نعم سكت فحثه شخص ففيها صفة الهمس هذه التي جعلتها أقل من الطاء واضح قال فهو دون الطائي في القوة إذ عدمت الجهر والشدة واضح ولا لا الجهر والشدة أيضا الصاد فيها رخاوة ولا لا الصاد يجري معها الصوت نعم ففيها هتان الصفتان مع أنها فيها الصفير والصفير صفة قوية لكن جمعت ثلاث صفات قوية قال والضاد أقوى من الصاد لماذا لأن الضاد حرف مجهور انتبه ما فيها همس الضاد ليس فيها همس وإنما فيها يعني أقصد في الرخاوة والشدة هل فيها شدة فيها شدة الضاد لا فيها رخاوة أصلا واضح ولا لا قال والضاد أقوى من الصاد لأن الضاد حرف مجهور مع أنه مطبق مستعل مستطيل فالجهر الذي فيه أقوى من الصفير الذي في الصاد فاعرف هذا طيب ثم قال الخامس الخامس يعني اللقب الخامس وانتبه هنا الأربعة الماضية تختلف عن الخامس والسادس والسابع والثامن ولعل في ذكر الإمام مكي رحمه الله لهذه الألقاب بهذا الترتيب معناً معين يعني بعد أن ننتهي من هذا سننظر في هذا المعنى يقول الخامس الحروف الزوائد وهي عشرة أحرف يجمعها هجاء قولك سألتمونيها أو هجاء قولك اليوم تنساه ومعنى تسميتهم لها بالزوائد أنه لا يقع في كلام العرب حرف زائد في اسم ولا فعل إلا من هذه العشرة أحرف المذكورة يأتي زائداً على وزن الفعل ليس بفاء ولا عين ولا لام وقد يجتمع الفعل زائدتان منها وثلاث زوائد منها نحو انطلق واستكبر الهمزة والنون والسين والتاء زوائد وقد يجتمع منها أربعة في المصادر نحو استكبار الهمزة والسين والتاء والألف زوائد وقد تقع هذه الحروف أصولاً غير زوائد في مواضع أخر إلا الألف فإنها لا تكون أصلاً إلا منقلبة عن حرف آخر وقد ذكرنا ذلك وتلقى طيب هذه الحروف الزوائد الحروف الزوائد ذكرها لأنها عبارة عن لقب استخدم في وصف هذه الحروف انتبه فالوصف هنا لا يتعلق بقضية في ذات الحرف تؤثر في نطقه لا وإنما صفة تكشف عن هذا الحرف يقال هذا حرف زائد بمعنى فيه صفة الزيادة الصفة هذه ليست صفة ذاتية متعلقة بالحرف في نطقه لا ما هي مثل الشدة والجهر والهمس والرخاوة ليست كذلك وإنما هذه الآن قضية تتعلق بكون هذا الحرف يستخدم في الزيادة في الكلام يعني من الحروف التي تزيد أو من الحروف الأصلية فإذن لا أستطيع أن أقول لك لو قلت مثلا حقق هذه الصفة في الحرف وهي صفة الهمس ممكن طيب حقق صفة الزيادة ممكن لا لأنها لا تتعلق بذات الحرف يعني بصفة تتعلق بالحرف نفسه واضح لا لا في نطقه قال وتلقب أيضا هذه الحروف بالحروف المذبذبة الحروف المذبذبة وهو اللقب السادس واضح ضمها مع بعض قال الحروف المذبذبة وإنما سميت بالمذبذبة لأنها لا تستقر على حال تقع مرة زوائد ومرة أصولا وسائر الحروف غيرها لا تقع إلا أصلا إلا الألف واضح وقد نبهنا على الألف حتى من قبل إذن كونها تسمى الزوائد بمعنى أنها تقع زوائد واضح تقع زوائد في الكلام يعني في كلام العرب تقع هذه الحروف زوائد ومعنى أنها مذبذبة بمعنى أنها تقع زوائد وتقع أصولا أحيانا واضح ولا لا ولهذا فليس معنى أن نسميها بالزوائد أنها دائما زائدة لا وإنما هي التي تقع زائدة فقط وأحيانا تقع أصلا هذا المعنى هذا هو مفهوم المعنى وذلك سميت المذبذبة طيب السابع الحروف الأصلية وهي تسعة عشر حرفا وهي ما عدا الحروف الزوائد المذكورة وهي حروف المعجم كلها ما عدا هجاء اليوم تنساه أو سألتمونيها وإنما سميت بالحروف الأصلية لأنها لا تقع أبدا في كلام العربي في الأسماء والأفعال إلا أصولا إما فاء الفعل أو عينه أو لامه إذن هذه مقابل الزوائد الزوائد تقع أصولا وزوائد والأصلية لا تقع إلا أصلية الثامن حروف الإبدال وهي اثنى عشر حرفا يجمعها هجاء قولك طال يوم أنجدته وإنما سميت بحروف الإبدال لأنها تبدل من غيرها تقول هذا أمر لازب ولازم فتبدل أحدهما من الآخر فالميم بدل من الباء ولا تقول الباء بدل من الميم لأن الباء ليست من حروف الإبدال إنما يبدل غيرها منها ولا تبدل هي من غيرها وليس البدل في هذا جائزا في كل شيء إنما هو موقوف على السماع من العرب ينقل ولا يقاس عليه فلم يأت في السماع من العرب حرف يكون بدلا من غيره إلا من أحد هذه الاثني عشر حرفا إذن هذه حروف طال يوم أنجدته هذه التي تقع مبدلة واضح أو لا لأنها تبدل من غيرها تبدل من غيرها طيب الآن إذا كانت الباء ليست منها الباء في لازم ولازب الأصل لازب واضح أو لا والميم من هذه الحروف حروف الإبدال بمعنى أن الحرف الأصلي ما هو الميم أو الباء الحرف الأصلي هو الباء واضح أو لا فالميم تأتي بدلا عنها وليس العكس وليس العكس ما تقول لا الميم هي الأصل والباء تأتي بدلا عنها لا واضح أو لا وبهذه الصورة تعرف أن هذا الأمر متعلق بالسماع يقول هذا لا يقاس فيه يعني ما تأتي إلى أي لفظة وتقول هنا يجوز قلب الباء ميما لأن هناك لغة في في لازب أن تقلب الباء إلى ميم فتقول ما دام أن هناك لغة إذن أي باء تقلب إلى ميم لا هذا لا يصح هذا إنما يكون سماعا فقط ولا يقاس عليه الأربع هذه التي ذكرها تلاحظون أنها قضية تتعلق بماذا لا تتعلق بذات الحروف لا تتعلق بصفة أنت تطبقها في الحرف وإنما كأنها صفات كاشفة فقط يعني وصف وصف به الحرف أنه زائد أنه أصلي أنه حرف إبدال واضح ثم عاد مرة أخرى فقال التاسع حروف الإطباق هنا الآن انتقل إلى صفات تتعلق بالحرف ذاته يقول حروف الإطباق وهي أربعة أحرف الطاء والضاء والصاد والضاد وإنما سميت بحروف الإطباق لأن طائفة من اللسان انظر إلى الوصف الدقيق ما قال مثل ما عندنا اليوم لأن اللسان ينطبق في التزويد على طهن واضح لكنه يقول لأن طائفة من اللسان تنطبق مع الريح إلى الحنك عند النطق بهذه الحروف وتنحصر الريح بين اللسان والحنك الأعلى عند النطق بها مع استعلائها في الفم وبعضها أقوى في الإطباق من بعض فالطاء أقواها في الإطباق وأمكنها لجهرها وشدتها والضاء أضعفها في الإطباق لرخاوتها وانحرافها إلى طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا والصاد والضاد متوسطان في الإطباق يعني حقيقتنا الإمام مكي رحمه الله أحسن في يعني هذا الباب أيما إحسان ولكننا الوقت يعني لا يسعنا في التنبيه على كل شيء ولأن هذا الباب مهم وقد عقد كتابه من أجل هذا هو الذي يعني مكث فيه سنين حتى يحرره ولذلك العناية به يعني ينبغي أن تكون أكثر وأظن الوقت انتهى فلعلنا إن شاء الله في الغد يعني نكمل هذا بإذن الله لأنه آخر يعني يوم ونشير فقط فيما بقي إشارات يعني نأخذ في تفصيل الحروف أسبح بالنماذج حتى تكون يعني مكملة لما أخذناه ولا أظن أنه يمكننا أن نقرأ كل ما يعني ذكره الإمام مكي رحمه الله في الأبواب التي بعد الصفات فنكمل الصفات هذه ونأخذ من ما يتعلق بتفاصيل الحروف لأنه بعد ذلك سيذكر الحروف على ترتيب على ترتيب المخارج باب الهمزة باب الهاء وهكذا فهذه ممكن أن نأخذ منها يعني نماذج تكمل لنا هذا الكتاب بشيء من يعني تجعلنا نفهم الكتاب عموما والله أعلم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر